في ثمن المحروقات تنفيذا للقرار الحكومي بتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة عرف البنزين هذا الصباح زيادة 69 سنتيما و69 سنتيما بالنسبة للغازوال من جهته الفيول الصناعي ارتفع ثمنه ب662 درهما للطن كنت نجي ندير غازوال أول مرة كنت فاجأت مهني النقل وسائق سيارات الأجرى والشاحنات معنيون أيضا بالزيادة الزيادة نحن مضررين بها تستخرج من صحتنا ومن الجياب ديانا ماشي مصلحتنا تكون هذه الزيادة بيانسوك تفاجأنا بها لأنه مجاتش فوق ديانا ما يمكنناش غادي نسكتو وغادي نعاود دخله في استضامات أخرى فكنتمنى أنه أن الرئيس الحكومة يوضع واحد للبرنامج مع الميانيين بخصوص هذه الزيادة المفاجئة ويوضع برنامج جدي لأنه يدخل في إطار الحوار الاجتماعي لأنه هذه مسائل وأمور اجتماعية وهذا الدرار الاجتماعي الحكومة أكدت أن الهدف من نظام المقايسة الجزئية هو الحد من تأثير تقلب أسعار المواد البترولية على صندوق المقاصة وخفض عجز صندوق الموازنة القانون المالية الحكومة عهدت بدعم الأسعار المحروقات إلى حدود 105 دولار إذا الفرق كبير ما بين 105 و 118 مع العلم أنه كل دولار تسوى تقريباً 700 مليون درهم لدعم للحكومة خدمنا مع المهنيين على أساس أنه سيكون دعم المهنيين لكي لا يحسونهم بزيادة نهائياً المهنيين إذا كانت نقصان سيستفدوا منه إذا كانت زيادة الحكومة ستتحمل فارق ما بين التمل الذي كان من قبل والزيادة على أساس أن الأتمينة النقل العمومي ما تتقاش القدرة الشرائية المواطنين التي تستعملوا للنقل العمومي ما تتقاش وأفد بيان للحكومة صدر هذا الصباح أن أثمان المواد المدعمة الأخرى كغاز البيطان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر لن تعرف أي تقريباً